السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم شباب عمليين ايه اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال وقتبنا صح يمكن السؤال اللي لازم تسأله دلوقتي من يستطيع اقاف الريال لان بصراحة بشوف ان مباريات الريال الاوروبية هي كوبي بيست من بعضها مع اختلاف الخصم تحس ان الريال كده بيعمل تست في الشوت الاولاني للفريق الخصم اللي هو هتنجح في الاختبار ولا هتسعد زي زميلك ولو سيضت في الاختبار تلاقي الريال في الشوت التاني اما بالنسبة لانقاط قوة فانسهل ان انت مش هتعرس تستخدمها تاني اللي كنت بتعمله في الشوت الاول وتيجي تقعد تفكر بها هو ايه اللي ممكن يعمله الريال في الشوت التاني عشان يختلف عن الشوت الاول وتقول اه لما تبص على المباراة هم محتاجين لصانع لعب لان هم مفتقدين لكروس وخلافه او مدرد شهنة لا يا كارلو انشلوتي بيطلع لك بفكرة تانية ويقول لك لا بص يا معلم ده انا تسعين سنة خبرة ان احنا نعلي الرتم بتاعنا شوية ونسرع الاداء فتلاقي ان كل الاخطاء بقى اللي كانت عند اطالنطا ومش باينا في الشوت الاولاني بقيت وسع كده وبقيت واضح حتى الاعمى وتقدر من خلالها ريال مدريد ان هو يتفوق في النهاية ويفوز بالسوبر الاوروبي فالله بينا نضع لايك للفيديو واشتراك في القناة معكم محمود بدران مجنون يونايتد وتعالى نتكلم عن كيفية فوز الريال على اطالنطا لما شفت التشكيل في البداية كان شغل الشغل هو انبابي سيلعب فين سيوظفه فين انشلوتي بالزبط وطبعا اكتر جهة بينجح فيها انبابي هي الجهة الشمال اللي بيلعب فيها فينسيوس يونيور وفينسيوس يونيور ايضا ناجح في الحتة دي فكالمتوقع بالنسبالي ان فعليا انبابي سيبتدي في مركز المهاجم بس لو ابتدا في مركز المهاجم ده المركز اللي تعودنا عليه في الموسم اللي فات ان احنا نشوف بيلنجهام دايما بيشغله سواء بشكل المهاجم الوهمي او بزياداته اللي بيقدر يعملها هنا ومن خلالها بيعمل قطورة بالنسبة لريال مادريد فبرضو انت هتروح تلاعب بيلنجهام فين لان احنا شوفناه مع المنتخب الانجليزي في اليورو انه هو بالنسبة لمركز عشرة فشل اللاعب تماما حتى وان كانت انجلترا وصلت الى النهائي وفعليا في الشرط الاول لما تيجي تبص عليه كان احد مشاكل فريق ريال مادريد ان كل واحد ملتزم بالمركز بتاعه ان انت بتلعب بين باب مهاجم فبالتالي المفترض ان هو المركز عشرة بتاعك وبالنجهام وان كان بيلزل حتى لمركز تمانية وسبات الاجنحة اللي موجودة عندك سواء طرفين اليمين والشمال اللي كانت بتكون بعض نقاط قوتهم الموسم اللي فات هي تبادل الادوار او حتى الزيادة في جهة واحدة مع بعض بس مش ده بس كان اخطاء فريق ريال مادريد في الشرط الاول في الشرط الاول ظهر لك خطأ تاني وهو بطء الريتني بطء الريتني بتاع فريق ريال مادريد ادى لان انت بتشوف ان هما محتاجين حد يوزع لعب حد يكون فعليا قادر ان هو يقوم بدور صنع الالعاب وفتكرت كروس وفتكرت مودريتش ان الاتنين دول هما اللي قدروا يقوموا بهذا الدور او حتى الدا جوريير اللي انت عايز تجيبه من على الدكة ان هو يقوم بالدور ده وده ايضا سهل دور اطالنطا في الخروج بالكورة من ناحية الثاني الخطأ التاني كان بالتسبة لي من أجل ريال مادريد في الشرط الاولاني هو عدم الضغط أو انعدامه في نص ملعب أطالنطا فبالتالي الفريق اللي قدامك بيطلع بكل أريحية وبيقدر انه هو يقدم فيه الهجمة طيب اسلوب ريال مادريد في الهجوم كان ازاي على أطالنطا كان فيه طريقتين متابعين بالنسبة لريال مادريد في الهجوم على أطالنطا الطريقة الاولى ان فينيسيوس او مبابي بينزل لخط النص عشان يستلم الكورة اللي جاية من الدفاعه وبالتالي بيسحب معاه لعبة فبالتالي بتلاقي ان على طول بلينجهام بيزيد لقدام في المنطقة اللي طبعا بيه فيها مساحة دي او اللي سابها سواء فينيسيوس او مبابي وبعد استلام الكورة بنلجأ للكرات البيينية في ظهر الدفاع أطالنطا اللي كان متقدم شوية او ان احنا نطور الهجمة لقدام طيب ما عملناش الموضوع ده وما فيش حد نزل من فينيسيوس والمبابي عشان يستلم الكورة وبتدينا نطلع عادي تاتا تاتا لقينا ان احنا بنلعب الكورات الطويلة في ظهر الدفاع أطالنطا محاولة استغلال المساحة اللي موجودة ما بين خط الدفاع وما بين حارس المرمى ولكن الطريقة دي في الشوت الاول ما نجهدش للدرجة طب تعال نشوف النحية الثانية أطالنطا واسلوب لعبه كان ازاي أطالنطا ابتدى من البداية متحفز وان هو حيلعب على الهجمة المرتدة وروايدا روايدا نشوفنا ان هو بيقدر يخش في المباراة أطالنطا من البداية كان يضغط بعدد كبير جدا من اللعبة داخل نص ملعب ريال مدريد بحوالي 6 لعبة يضغطوا داخل نص ملعب ريال مدريد وده كان مخلي انهم لازم يلعبوا بهاي لاين عشان يحاولوا يقفلوا الجاب ما بين نص الملعب وما بين خط الدفاع ومع ذلك كان ظهر الجاب ده بشكل قوي جدا ولكن زي ما قلنا ان بطء الاداء بالنسبة لريال مدريد وبطء الريتنط ما كانش بيخليهم يستفيدوا من هذه المنطقة الحتة الثانية كان دايما ان هو بيعتمد على لوقمن فانه هو ينزل لتحته ويستلم الكورة وديرون ياخد مكانه في المساحة اللي سابها لوقمن او اللي خلاها تظهر في دفاع ريال مدريد وهنا ديرون لما بيستلم الكورة بيبتدي يقف عليها عشان يستنى الزيادة العددية سواء من الازهرة او من اللعبة اللي جاية من الخلف والاعتماد بان الهجمات اغلبها تكون من الناحية اليمين من ناحية زاباكستا مع طبعا الجناح مع زيادة عددية من احد لعبي خط النص عشان يشكلوا سلاسي هنا على سلاسي ريال مدريد المتواجد في هذه المنطقة لكن العيب الاخطر بالنسبة لي كان في اطالنطا هو عدم التسديد فاكتر من فرصة كانت جاية للعبي اطالنطا في انهم يسددوا على مرمى ريال مدريد وتحس ان اللعبة كانت عايزة تخش بالكورة الجون مثل الجون بالفردي الاول لان احنا ممكن نخش بالكورة داخل الشبكة عشان نضمن ان الكورة تخش في ريال مدريد عندهمش الثقة ان هما لو سددوا على ريال مدريد فان الدفاع مش هيقدر يعمل بلوق الكورة او ان الحارس كورتواء مش هيقدر ان هو يتصدى الى مرمى فبالتالي ظهر الشوت الاول في اطالنطا مسيطر لان ما كانش فيه ضغط كافي من ريال مدريد فبالتالي الفريق بيطلع بكل اريحية بيقدر ان هو يستحوز على الكورة على الرغم من ان الاستحواز كان في النهاية هو الريال مدريد وده راجع للبداية طبعا البطيقة من اول من اطالنطا ان هو كان متحفز وان هو بيلعب على الهجمات المرتدة ازاي نحل المشكلة؟ كان الكل بيفكر بالنسبة الريال مدريد حل المشكلة بان حد ينزل متمرس رقم عشرة فيقدر يوزع اللعب ونشوف ان فيه تبادل للأدوار ما بين السلاسي الهجومي عشان يقدر ان هو يسجل اهداف على فريق اطالنطا لكن لما تيجي تبص للشروط التاني تلاقي فيه اختلاف وحاكتين مهمين جدا عملهم ان شولدتي مع فريق ريال مدريد قدوا ان هما يقدروا في النهاية يفوزوا في هذه المباراة الحاجة الاولى هي رفع النسق او رفع الرتم بقيت تشوف ان ريال مدريد لا ما بيبقاش بنفس الرتم البطيء بل بيدور الكورة بسرعة فبالتالي بتظهر المساحات بالنسبة لك وشوفنا اكتر من بينية ولعب كورات في ظهر دفاع اطالنطا اكتر من مرة وبيقدر ان هو يشكل من خلالها خطورة لعبي ريال مدريد الحاجة الثانية هي الضغط على لعبي اطالنطا في نص ملعبهم وعدم ترك الكورة لهم ان هما يخرجوا بأريحية عشان كده تلاقي ان الهدفين اللجوه لريال مدريد هما من عمليات ضغط داخل نص ملعب اطالنطا قدرت من خلالها ان انت تقطع الكورة فلما تيجي تبص الكورة الاولينية اللي هي تلعبت من الحارس بشكل خاطئ واللي قطعها لعبي ريال مدريد وراحت لبلنجهام اللي ادها لفنسيوس داخل فنطية الجزاء ويستطيع يعدي من اللاعب ويضع الكورة العرضية وتبص على زيادة العددية اللي معمولة من فالفردي وعدم التغطية العكسية اللي كان سيئة جدا من لعبي اطالنطا عشان يحط الرجل الكورة بكل اريحية الكورة الثانية والهدف الثاني اللي جاء من امبابي هو عملية ضغط على اللاعب يخط وسط فريق اطالنطا قدرت من خلالها ان ياخد الكورة فريق ريال مدريد وتديها لفنسيوس وتعكس الاية هنا وتروح الكورة تتلعب العرضية من اليمين للشمال عشان توصل لبلنجهام اللي بيعمل عرضية على نقطة منطية الجزاء عشان تلاقي وسطها امبابي اللي يحطها في المرمى وتصبح النتيجة اتنين سيف وتحس ان هو مع الهدفين اللي دخلوا في اطالنطا اطالنطا فقط تماما اي طموع في ان هو يعود في المباراة المشكلة في الشوط الثاني كانت بالنسبة لفريق اطالنطا ان هو دخل بنفس فكر الشوط الاول ريال مدريد حيقدي بنفس الرتم فبالتالي انا حيكون لي الكعب العالي انا حيكون لي الكورة انا حيكون لي الاستحواز والخطورة كما كان في الشوط الاولاني بالنسبة لفريق اطالنطا ولكن استغلال أخطاء الخصم، الضغط على الخصم وتوليد هذه الأخطاء كانت من أحسن النقاط التي استغلتها أنشولوتي والذي من خلالها عمل الفارق الكبير بالنسبة لفريق نية المدليد مع زيادة الرتم مع تغير سنة في تبادل الأطوار فأنت في الشرط الثاني كنت تشوف مبابي وفنيسيوس يتواجدوا في ناحية واحدة في حين ما كنتش بتشوفه في الشرط الأولاني كنت تشوف بعض الأحيان أن رودريجو بيبقى هو الموجود على ناحية الشمال على الرغم أنه هو جناح يمين وده شيء ما كنتش بتشوفه وكنت بتشوف بيلينجهام متواجد في مناطق هجومية أكتر وفي مناطق المهاجم أو حتى الجناح بشكل أكبر ما كان موجود في الشرط الأولاني لأن زي ما قلنا الالتزام بالأدوار وبالمراكز في الشرط الأول كان بالنسبة لريال مدريد هو نقمة مش نعمة عشان يستطيع ريال مدريد يفوز بكاس السوبر وبايا معلم نبتدي الموسم ونقول من يستطيع إيقاف ريال مدريد وهل تغير بطولة دور الأبطال لأول مرة حنلعبها بالشكل السويسري اللي حنلعبه بالموسم ده؟ هل ده هيؤهل إن نشوف فيه صعب بالنسبة لريال مدريد إن هو يحقق هذا اللقب؟ ولا هتبقى الموضوع هو عبارة عن نزهة وزي ما بنقول كده الكل بيلعب وفي الآخر ريال مدريد هو اللي بيفوز في النهاية في النهاية ده كان كل اللي عندي عن مباراة السوبر وفوز ريال مدريد ألف مبروك لجماهير ريال مدريد هذا اللقب وأعتقد أنتو خلاص مليتوا من موضوع إن إحنا نبارك لكو يعني إحنا متهيال جماهير ريال مدريد بالذات محتاج حد يقولها هارد لك تعالى يا ابني يقول لي هارد لك والله يمكن يعني أنا مليت من موضوع إن أنا تقول لي مبروك 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 يعني خلاص رفت من هذا الموضوع يا ربنا يوعدنا برضو فرقة نحنا تبقى زيكم يعني إن شاء الله أتمنى أن يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش من لايك الاشتراك في القناة وأشوفكم بها تم حال وأتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته